دكتور عبد الرحمن أنت قررت وتفضلت بأن التعليم كان حاضر في قمة مندوزا في الأرجنتين عام 2018-2019 في قمة أوساكر يابان اختفى غاب والآن يعود مجددا في قمة الرياض ما تحس موضوع مثل هذه الأهمية يضع علامة استفهام كبيرة عن غيابه أو حضوره متأخرا في مسار قمم العشرين؟ أنا أعتقد أن التعليم كان حاضر كموضوع يناقش لكن ليس مستقلا فكان يناقش من ضمن مجموعة أخرى مثل مجموعة العمل الخاصة بالتنمية ومجموعات أخرى حتى المجموعات الاقتصادية والمسار المالي حتى ولكنه لم يستقل كمجموعة عمل وتنشأ لمجموعة عمل خاصة إلا في مندوزا غاب في أوساكا ولكن اليابانيين نظموا جلسة على أساس يحافظون على استمرارية وإن كان لم يطرح كملف مستقل ولكن في المملكة وأعتقد أن من أهم الإنجازات لسنة الرئاسة السعودية هي عودة التعليم كملف رئيسي على أجندة مجموعة العشرين هذا جميل رؤساء أو عفوا وزراء التعليم اجتمعوا مؤخرا هذا الاجتماع هو اجتماع دوري ولا اجتماع رئيسي ولا اشتبيعة هذه الاجتماعات وماذا ينتج عنها اجتماعات مجموعة العمل بما في ذلك الاجتماعات الوزارية بدأت باجتماعات مجموعة العمل على مستوى رأساء المجموعة وفرقهم للتحضير للاجتماعات الوزارية والنقاش حول الأولويات والمخرجات عقد اجتماعين وزاريين أحدهما كان استثنائيا في 27 جون وهو اجتماع دعا له معالي وزير التعليم استجابة لآثار جائحة كورونا على قطاع التعليم ولقي استجابة كبيرة وتمثيل كامل من وزراء التعليم في مجموعة العشرين والدول الضيوف وحضور كبير من المنظمات الدولية بما في ذلك اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونساف والبنك الإسلامي وغيرها نوقشت فيها أثر التعليم وأهمية العمل المشترك والتعاون الدولي لمواجهة أثر الجائحة على التعليم وصدر عنه بيان مهم حول هذا الموضوع عقد أيضا واستمر النقاش حول موضوع كوفيد-19 وأثر على التعليم في اجتماعات مجموعة العمل إلى أن اختتمت جميع الاجتماعات الرسمية واللقاءات في 5 سبتمبر باجتماع معالي وزراء التعليم في مجموعة العشرين والدول الضيوف وصدر عن اجتماعهم البيان الختامي لوزراء التعليم في مجموعة العشرين والذي ناقش الأولويات الثلاثة التي تكلمنا عنها التعليم في مراحة الطفل المبكرة والعالمية في التعليم إضافة إلى موضوع استمرارية التعليم في أوقات الأزمات وكان بيان ولله الحمد مركز وناجح ونتج عنه كثير من الالتزامات بين الدول في دعم التعليم ودعم البنى التحتية التي تدعم استمرارية التعليم وزيادة جودة التعليم وزيادة الوصول إلى التعليم في مراحة الطفل المبكرة إدراج الجوانب العالمية ومتعدد الثقافات في المناهج والممارسات والأنشطة التعليمية بهدف إعداد الأجيال لسوق العمل تحليم بالمهارات العالمية مثل التفكير الإبداعي والتفكير النقدي والمفهوم المواطنة العالمية والقيام مثل السلام والتفهم المشترك المواطنة العالمية هو أن تعد الجيل أو الطالب وإن كان يدرس محليا من خلال المناهج والأنشطة تعد لأن يكون مواطن عالمي يستطيع التعاون والمنافسة في سوق العمل العالمي والتعاون مع الجميع في أنحاء العالم فهذا المقصود بالمواطنة العالمية نحن الآن في ظل العولمة العالم أصبح قرية واحدة والتواصل كبير ما بين الشباب والطلاب من أنحاء العالم متطلبات سوق العمل تحتاج إلى مهارات حديثة مهارات رقمية ومهارات تفكير إبداعي ولذلك يجب إعداد الطلاب لأن يكونوا ويتبنوا هذا المفهوم ويمارسوه تغير الشكل الخاسي الذي تعودنا عليه إلى شكل أكثر حداثة إلى حد ما يتناسب مع الزمان ومهارات القرن الواحد والعشرين حدفت